السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يارب تكونوا بخير. ونفضل دايما على طول مع بعض. تراجع انجولا بعد ما جابه هدفين في منطقة بمصر في الشوت الاولاني. اه كانوا كازبان اتنين واحد فتراجعوا في الشوت التاني. ادينا احنا نتعادل اه بهدف. مستوى سيء جدا جدا. اه طبعا وصلنا للمرحلة التانية في تصفات كاس العالم. بس عشان تعدي بقى من المرحلة التانية دي عايز مستوى. وده مش مستوى. انا مش مش هقول لكم فرحان. اتعادل مع انجولا مع احترامي الانجولا. يعني المجموعة بتاعتنا انجولا والجابون وليبيا. كنا فرحانين ان نكسبنا ليبيا. يعني برضو مع احترامي الليبيا. مجموعة سهلة جدا. الناحية التانية مجموعة الجزائر. الجزائر بتكسب بالستة والتمانية والاربعة. واحنا مش قادرين نكسب انجولا. ملعب كويس. اما عندنا محترفين منظر. منظر. محسوبين علينا بس ان هم محترفين. لكن في الملعب تلاقي اللي بلعبوا في الدولة المصري احسن منهم. شوط الاول اكتساح لانجولا. اتنين واحد. وليه هما اللي ابتدوا. هما اللي راحوا عالجول. هما اللي عايزين يسجلوا. تشكيل خاطئ. تشكيل خاطئ من كروش. من بداية المباراة. التشكيل ده اللي اللعب بيه كروش ده. العبي في ملعبك انت. لما تبقى على ملعبك. هيبقى شريف. اه. هيبقى ناحية الشمال. ويكمل مهاجم مع مصطفى محمد. يبقى اتنين مهاجمين. اما انت بدلوقتي بتلعب برا ملعبك. فاتت ضغط من اول دقيقة. شريف هيدافع. هترجع شريف. ميت متر ورا جنب فتوح يدافع. والهدف الاولي اللي دخل فينا. الرجل اللي عمل الهدف ده شريف اللي يدافع عليه. لما تجي تلعب على ملعبك. يلعب يعمل باتنين مهاجمين. كده كده. الفريق التاني هيبقى متراجع. هيبقى ورا. لكن انت النهارده انجولا عملت هاجم عليك هاي اللي ابتدت هجوه. شفنا شريف ورا. وشفنا خط وسط مصر. النني والسلية وعبدالله السعيد بيلعبوا عند احجازي وايمن اشرف. لان نهارد سودي منايل. ما كانش لنا اي شكل. بس في الوقت الضايع في الشاط الأولاني. صلاح عمل بالعرض النني سجل هدف. ودي الحسنة واحدة اللي عملها النني. وسط ملعب ضعيف جدا. وسط ملعب ملوش اي شكل. ما كانش لنا شكل هجوم يعني. مصطفى محمد ومحمد شريف اتظلموا في التشكيلة دي. كانش لنا شكل خالص. كانت تحس النني والسلية بيلعبوا ورا ما حجازي وايمن اشرف. وما عزلك برضو في مساحات في دفعنا. وخدوا مساحات وخدوا دلبات جزاء وضياع وفرص. مناش اي شكل هجومي الشاط الأول يعني يحزن. شوت يحزن. انا بشوف مصر مع عنجولة. وبتوقع شكلها يبقى عامل زي لو لعبة سنغال. لو لعبة الجزائر. لو حاجة ربنا يسطر. ربنا يسطر بجد. بعدين تغيرتين ما بين الشوتين. انا مش فاهمهم. يعني انت اصلا وص ملعب بتاعك متراجعة. تشيل عبدالله السعيد. اللي يعني ها بيكمل في كورة كان ولا كورتين. وتحط حمد فتحي كمان جنب النين والسلية. هم اصلا ما هجموش الشوت التاني. هم الشوت التاني. المدارة قال لهم نتراجع بقى. على فكرة هم انجولة بيحتفلوا. هم كده كده ملهمش في اي حاجة. بيعملوا المباراة النهاردة احتفال. لعبة عندهم هيعتزل. خلوا المباراة دي مباراة اعتزال لي. وعملو له اعتزال وخرجوه بعد عشر دقائق. اه والله. هم بيحتفلوا. وهم بيلعبوا كده بهدلونا. بالذات الشوت الاول. المحترفين علامة استفهام. مصطفى محمد. محمد صلاح. النني. علامة استفهام كبيرة. انت بتيجي محترف من بلاد اوروبا. واخد احتكاج كبير. واخد تصييد كبير. بتيجي زيك زي اللي معاك. زينا زي بعض. بالعكس. يكن فتوح النهاردة ايجابة اكتر. اكرم توفيق ايجابة اكتر. هما بيلعبوا في الدور المصري. اكرم توفيق رائع. جدا. لكن عنده عيوب اللي هو مندفع شوي. انا مش شطل اولاني اندفع كده في كورتين الزحلق فيهم. انا قلت ده هيعمل بيلين. والله العظيم. اخوي قاعد جنبي في المباراة قلت له اكرم توفيق هيعمل بيلين. والله العظيم. بعد خمس زهي. اكرم توفيق عمل. برغم انه ملمس الولد. بس دخلته. الحكم انا قلت بيلين. بس لما جات في الاعادة ملمس بس دخلتك عليه. رايح تعمل بيلين. لكن هو راجل. راجل. شوف انا بقولك عنده غشم شوية. لكن يتحط ويتحط عليه الفرقة. في النادي الاهلي. وفي منتخب مصر. آآ الشوط الاول السولية والنني وعبدالله السعيد. كانوا صفر. منتخبنا كان صفر. ما انت هتلعب زي آآ آآ صلاح. هيلعب كويس ازاي. ما لازم وص الملعب يطلع. في اخر دقيقة. لما طلع النني قدام صلاح لعبها له. جاب جون. عشان. ما عشان تاخد. شغل ايجابي من صلاح. ومصطفى محمد. وشريف سلاسي الهجوم. لازم سلاسي الوسط دول. يغزوهم بكورة. سلاسي الوسط ده ما لو شفتهم. شغلتها الاولان. سلاية من احسن لعيبة في مصر. رائع على مدار سنتين واربع. النهار ده كان وحش جدا السلاية. والنني كمان. وعبدالله سعيد كان اقلهم كمان. طيب. اعمل تغييره واحدة. اعمل تغييره واحدة. طلع عبدالله سعيد مسلا ونزل افشة. وخلي مصطفى محمد شوية والشريف يمكن مع افشة يعمل لهم كورة. ويبقى تزبط شوية. او اعمل تغييره واحدة ما تنزلش افشة. طلع آ� مصطفى محمد ودخل شريف جوة. ونزل آآ عبدالله سعيد قدام شوية. ونزل افشة في نص الملعب. يعني التغييرين اللي انت عملتهم حمدي فتحي ما كان عبدالله سعيد. قللت الهجوم. خدت عبدالله سعيد واحد من رباع الهجوم. ونزلت حمدي فتحي. آآ زي ما قلت لكم محمد آآ شريف ومصطفى محمد اتظلموا في التشكيلة دي. شوط الاولاني. كانوا في الصحراء قدام. وفرقتنا كلها وراء جنب حجازي. واي من اشرف. صلاح. صلاح اي لاعب في مصر يقدر يلعب اللي انت بتعمله ده. يعني الكرة تجيله كده ويدوس عليها ويبصيها للنني. يدوس عليها يبصيها الاكرم توفيق. اي واحد يعمله. يعني فين صلاح. فين صلاح اللي مفروض اللي بيعمل فارق برا. فين صلاح اللي يعمل فارق مع المنتخب. انا اكتر واحد بيحب صلاح. وتحليلاتي في ليفربولو. وانا مساند وداعم المحمد يا صلاح بشكل رهيب. بس يا صلاح اللي انت بتعمله النهاردة في المبرأة اللي انا شفته يعملوا اي واحد تاني. ايه الفرق بقى? اه في الاخر دفاع منتخب مصر مفتوح. شوط الاولاني? اي تحرك من من وراء حجازي من قدام حجازي من قدام اي من اشرف من وراء اقرب توفيق من وراء فاتوح سهل. ودي بتلعب انجولا من مستويات الاقل في افريقيا. لما تلعب بقى ضد سنغال وتلعب حاجة مصيبة يعني. ربنا نسطر. ومبروك الفوز. لكن اه يعني مبروك الوصول يعني. لكن بصراحة مستوى شكرا.